السلام عليكم أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الكريبتو معكم أخوكم أبو كريم رمضان كريم عليكم طبعا جميعا وبهاي الفيديو رح نتكلم عن الاكتتابات كتير كتير موضوع شيق مهم للديقن ولو مجتمعنا طبعا اللي بالكريبتو في كتير أشخاص داخل جديد ممكن على الكريبتو بعد هذا الهايب اللي صار وحاب يتعرف أكتر تعرف التفاصيل أكتر طبعا رح يكون فيديو تعليمي وأيضا قناتي تعليمي وليس نصيحة استثمارية دائما أنت عمل بحثك الخاص وأصدقائي ياريت تدعموني بلايك وشير للقناة إذا حبيته وبالتعليقات أيضا تعليقاتكم جدا مهمة بقرأها جميعا وبرد عليها إن شاء الله طيب شو الاكتتابات طبعا موضوع الاكتتابات أنك تدخل بعملي قبل إطلاق للسوق قبل إطلاق للتداول هذا موضوع فيه إلو أدفانتج فيه إلو ميزات إيجابية إلو طبعا بعض السلبيات رح نتكلم عليهم لاتنين رح نتكلم أيضا عن أشياء ممكن للمتقدمين يستفادوا مننا بهذا الموضوع في ثغرات خاصة بالسولانة حاليا شبكة السولانة عم تعمل طبعا اكتتابات ففي شوية تكنيكل رح تكون فأنا رح حاول قدم طبعا كل ما عندي لإلكم فخلينا نبدأ أول شي طبعا للمبتدئين واللي ما بيعرفوا أي شي مثل ما قلنا وشرحنا عن الاكتابات فراح يطلع بأعلى الفيديو رابط لفيديو عملته سابقا كيف تعمل محفظت الميتاماسك كيف تربطها كيف تحول عليها من المهم جدا تحضروا رح يطلع الرابط بأعلى الفيديو اضغط عليه أو ابحث بالقناة وراح تلاقيه أيضا بموجود بالتعليقات رح أترك الرابط طبعا هذا الفيديو احضروا هذا أهم فيديو لإلك في حياتك بالكريبتو إذا ما عرفته ما رح تعرف تستفيد من الأشياء الثاني فأحضروا روح أحضر هذا الفيديو أول شي وبعدين تعال أحضر الفيديو اللي راح تكلم فيه بعد شوي طيب بعد ما طبعا تكون عامل محفظت الميتاماسك حاطط فيها بي ام بي لنقول أو حاطط فيها اثيريوم وتبر البلوكتشين اللي حابب طبعا تحط فيه وأيضا في عندكم شبكة الفانتوم الفانتوم هي شبكي بتخص للسولانة يعني العملات اللي على السولانة إلى محفظة خاصة اسمها فانتوم في أكثر من محفظة ولكن فانتوم هي أكثر شهرة وأكثر يعني كمان استخداما فقط أعملوا download راح تظهر عنكم بجانب هذا المكان أخذوا الكلمات السرية وأعملوا كمان تحويل لإلى سولانة من محفظتك أو بإذا عندك بالبايننس أو بأي منصة تاني سولانة حولها طبعا وراح تكون محفظتك جاهزي للاستخدام طبعا مثلها طبعا نفس طريقة الميتامالسك هي نفس طريقة الفانتوم الفانتوم.app راح أترك كمان رابط للفانتوم بشرح الوصف أوكي بعد ما طبعا نتعمل هاي كل الخطوات فيه شي فيما أبقى كتير مهم وهذا كل معظم الاكتتابات يعني فينا نقول تسعين بالمئة من الاكتتابات عم بتكون عليه اليومية يعني ممكن كل خمس دقائق عشو دقائق عم تطلع اكتتاب اسم المنصة pinksell.finance راح أترك كمان الرابط كل الروابط راح تلاقوها أما بتعليق بالفيديو أو بشرح الوصف بصندوق الوصف ممكن أسفل الفيديو تنزل عليه وتلاقي كل الروابط سواء منصات سواء منصات المركزية راح تلاقي كل هاي الروابط وأيضا فيه أشخاص صارتني فيه كتير أشخاص حابين يكون عندهم منصة منصة مثلا مثل الباينانس أو كوكوين أو غيرها ولكن بسبب أنه فيه حضر على بعض البلدان مثل سوريا والعراق اليمن وتفر الصومال فيه موقع اسمه أو فيه منصة اسمه بايونكس طبعا أنا ما عم بعمل له سبونسر ولكن أنا بستخدم هاي المنصة واستخدمتها خلال السنة ونص الماضي وبصراحة أداءة جدا خرافي المنصة هاي أصدقائي من المنصات اللي فعلا مهمة ما بتحتاج توثيق طبعا والشيء المميز فيها رح نعمل حلقة عنها فيك تعمل طبعا أنت البوت خاص فيك فيك تعمل كوبي للبوتات هي بتختص أكتر شي بالبوتات سواء التداول أو الاستراتيجيات وأيضا مربوطة بالشارت جي بيتي يعني فيك أنت تختار أو تعمل أي استراتيجية بتحبها وتربطها مع التريدينج فيو هذا فقط للمتقدمين شوي وتعملوا عليها باك تيست وتستفيدوا كتير من هذا الموضوع وفيكن أنتو أيضا يعني بهاي المنصة راح أترك الرابط بشرح الوصف طبعا فيك تشتري أي عملة بدك إياها موجود البيتكون معظم العملات موجودة عليها وطبعا هي طبعا شبه لمركزية ولكنها مركزية بنفس الوقت يعني فيها كل ميزات البايننس وميزات الكوكوين فاللي ما بيقدر طبعا بسبب الحضر يستخدم هاي المنصة بايونيكس منصة فعلا قوية طيب بما أنه تكلمنا عن هاي الأشياء خلينا ندخل على البينك سيل البينك سيل طبعا لنا راح أترك الرابط بشرح الوصف موقع بتلاقي فيه كل الاكتتابات أول شي بتدخل على اليسار راح تلاقي شي اسمه لنش بعد بنضغط عليه لنش بعد ومننزل الأسفر راح نلاقي شي اسمه لنش بعد بنضغط عليها راح تفتح عندك هاي الصفحة متل ما انت شايف هاي كل العملات اللي انت شايفة انت كشخص جديد مبتدأ من المهم جدا لانك ما تدخل بشكل أعمى فيه أساسيات عند اختيار العملات هذا الشي راح نتكلم عليه ولكن أول شي لازم تربط محفظتك الميتاماسك أو الفانتوم مع الموقع فيه شي اسمه connect wallet راح يظهر باللون الأحمر بيخذ المكان طبعا انت اذا عندك محفظة لنقول على الميتاماسك خلينا نقول محاطط فيها بي ام بي اول شي بتختار الشبكي على الاليسار بتختار الشبكي بي ام بي راح نشغل بي ام بي حاليا اوكي وبنعمل connect wallet بهذا المكان راح يظهر عنا بهذا الشكل نختار الميتاماسك راح يعمل pop up يعني الميتاماسك راح يعمل pop up بهذا الشكل راح نعمل فقط connect يعني هذا الشيء اللي راح نعمله عشان ترتبط محفظ الميتاماسك مع موقع pink cell لنقدر طبعا نعمل next انا عندي كتير حسابات connect خلاص تم عنا هلأ الربط مع محفظ الميتاماسك هذا الموقع صار جاهز لنك تشتري وتبيع هاي اول خطوة بتعملوها اصدقائي اوكي الخطوة التانية مثل ما قلنا فيه عملات كتير ولكن فيه اساسيات لما تجي تختار اي عملة انت حابب تدخل فيها فيه نوعين من اللانش بعد فيه شي اسمه طبعا التشين يعني هاي هون الفلاتر تختار الشبكي انا بدي حاليا نشتغل لنقول باينان سمارتشين نختار الشبكي باينان سمارتشين بيعطيني كله العملات الاسفل هي على شبكة الباينانس بالفلتر الثاني فيه شي اسي كي واي سي يعني اه اب كمينك اب كمين يعني اللي بعد ما انطلقت ممكن بعد فترة يومين او ثلاثي يعني بتقدر تتابعها يعني متل ما انتو شايفين هاي العملة اب كمينك يعني لسه ما انطلقت ما بتقدر تشترك فيها ولكن بتقدر تشترك فيها بتنزل للاسفل راح تلاقي انه بيبلش بعد ثلاثة ايام لهاي العملة فرضا او بيبلش بعد يوم واثين وعشرين ساعة فونك اينو مثلا هاي لايف لايف يعني هلا بتقدر انت تدخل وتشتري فيها هاي العملة اوكي هاي الشيء الثاني الشيء الثالث ما فيه مشكلية هذا التيب فيه شي اسمه pre-sale و fair lunch شو الفرق حدا شيء كتير بنسأل عنو ومهم تعرفوا الفير لانش خلينا ندخل على اي عملة من هاي العملة تضغط على view باللون الاحمر او بتفتح صفحة جديدة راح نلاقي انه هذا pre-sale pre-sale فرضا انت اشتريت حاليا هلا العملة لسه صفر لسه ما انطلقت تنطلق بعد ثلاثة عشرين ساعة اوكي دائما اللي بشتري اول شخص او اول خمسة او اول 20 بالpre-sale اي شخص بشتري بعده انت بتكون استفادت يعني اذا انت اشتريت اول واحد بالpre-sale وتعبى لنقول طلبين 144 bmp فاذا انت درت اشتريت لما كانت تمويل فقط عشرين bmp فلما اذا بوصل عند ال 144 انت عامل تقريبا 4x فقط اذا اشتريت بالاول فلذلك الموضوع مهم تعرف ام تشتريت شراء بالpre-sale دائما نكون شراء بالpre-sale او يعني باول لحظة يعني تابع العملة اوكي خليك مرائب يعني متل ما قلنا upcoming ما علي تجيب وراء او قلم او لستة او عندك الهاتف اعمل schedule انه هاي العملة انا مهتم فيها راح upcoming راح تنطلق بعد ثلاثة ايام اعمل timer وبس يجيك تنبيه بتدخل طبعا على العملة وبتكون مجهز طبعا بالنسبة للpre-sale على ال bmp بتقدر تشتغل بالsnipe يعني فيه maestro sniper bot عملت حلقة عنه كامل جزئين جزء الاول كيف تعمل setup وجزء التاني كيف تستخدمه باقتناص ال pre-sale راح يطلع الرابط ايضا بشرح الاول اعفوا باعلى القائمة باعلى الفيديو احضره اضغط عليه احضره كتير مهم فاذا قدرت تعمل snipe بكون شيء جدا ممتاز اذا كنت من اول 10 او 20 شخص بالpre-sale هذا كله قبل ما تنطلق العملة يعني اذا انطلقت العملة وعملت ايضا كمان 10x بتكون انت عملت مربح اضافي حلو؟ هالا ال pre-sale الفير لانش شو الفير لانش؟ معلش عم بحاول كون يعني واضح ونضغط على الفير لانش اي 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 عملة فيها فير لانش لنقول هاي العملة sell live حاليا ما شايفها جيدة خلينا نشوف هاي اوكي بيبي توث عدرا هدا فيديو تعليمي وبنفس الوقت في اشياء راح مرقها بين الاسطر مهمي للمتقدمين راح ينفعكم الاثنين اوكي الفير لانش انت اشتريت اول واحد او اخر واحد او اخر واحد ما في فرق يعني ال pre-sale هو نفسه انت اشتريت اول واحد او اخر واحد هذا موضوع الفير لانش الفير عادل اطلاق عادل pre-sale لا فيه advantage للي بيدخل اول شي يعني بس ينتهي ال pre-sale مثل ما انتم شايفين بعد تقريبا يوم و 42 ساعة دقيقة عفوا بتنطلق العملة بتنطلق العملة بنعمل عليها بتصد قابلة التداول للعام بالبانكيكس وبتقدر تشتريها الناس حتى لو ما كانت عاملة pre-sale عليها ولكن انت بتكون من اول اشخاص اللي داخل فهاي النقطة مهمة جدا هاي النقطة التانية المهمة هاي الفرق بين الفير لانش والبري سيل حلو اصدقائي طيب خلينا ندخل نرجع على المكان طيب انا هلا عارفت الفرق فانت انت واستراتيجيتك انت وطريقتك بالشغل بتحدد انا بايش بدي ادخل انا بدي ادخل بالبري سيل انا بدي ادخل بالفير لانش ماشي الطريقة التانية او الشيء التاني المهمة من الاساسيات اللي لازم تعرفها اي عملة تنزل على هذا الموقع غالبا بيكون فيه بيج او علامات مثلا هاي سيفو ادت كي واي سي ادت يعني الكنتراكت تبعه هون صار عليه تدقيق اه سيف هاي ما مهمه لانه البينكسل هم اللي بيعطوها كي واي سي انه المطور معروف هذا بشكل يعني بسيط هاي اشياء اضافية اوكي يعني بتزيد تقييم العملة او الاطلاق اوكي اصدقاي بتزيد التقييم ولكن مو شرط اساسي يعني فيه كتير عملات بتكون فيها اربعة او خمسة وكل البجات موجودة وبعدين بتفشل وبتموت الشيء المهم جدا جدا بهاي العملات اول شيء الترند يعني لما انت تدخل بعملة هلا فيه مثلا عندكم عملات الميم كوين البيبي او الفلوكي نزلوا عملي اسمه فلوكيتا عملت 100 اكس ليه لانه قريب الاسم ترندي ميم عملات متل وايفي ايضا عملت كمان شيء خمسين اكس او مئة اكس بونك هاي عملات ميم اي شيء عم بكون قريب من هاي الاسماء الترندي عم بغالبة تسعين بالمية عم بينجح عم تنطلق بشكل قوي اوكي يعني ترند مهم الاسم الميم الكوين اللي عم تختاره مهم جدا اذا انت حابب تدخل بهذا المجال الترند مهم نوعية الاطلاق مهمة الباتشز ايضا اوكي الشيء الرابع السوشال هاي عملات اصدقائي ما انا مشاريع يعني انتو عم تدخلوا هون على عملات ميم كوين بالديقن ما تسألني شو هو المشروع ما في شي مشروعي يعني عملت ميم كوين بالنهاية يعني عملت بونك حاليا 2 مليار دولار عم نحكي ما فيها مشروع ما انا مشروع هي فقط عملة ميم كوين الناس بتحب الميم كوين وبتدخل فيها وبتعمل ارباح ضخمة جدا انا مع او ضد انا لا مع ولا ما اضد ولكن هذا هو السوق انا بحب العملات اليوتيل الى مشاريع ولكن السوق عاوز كده متل ما بيقولوا يعني فه بدك تمشي مع الماركت فمتل ما قلنا هذا اول شي يعني متل شايفين هاي فروغي بيبي باخدين اسم بيبي كعملة ميم كوين يعني هاي الاشياء مهم تعرفوا تختروها السوشال نقطة الثالثة المهمة بالاختيار يعني خليني ادخل على اي من هاي العملات خليني ادخل على عملات سيدي ادخل على الصباح او Layv خليني ادخل على هملي Live هست them ديها شوي ادخل على الصباح و افن انا in progress سيلي Live خليني ادخل على هملي متلان عليها كتير شراء Book of Mimi Pumi هاي من العونات اللي انطلقت بالفترة الماضي وكان عليها هاي بكتير Wife Floki CEO مثلا هاي ما عاملي مثلا Progress 41 PMP which is good هاي تقريبا عاملي 120 Book of Dog Mimi هاي لحقة trend أصدقائي خليني ادخل على واحدة منهم خليني ادخل على هاي هاي لندخل على الخطوة الثالثة واللي هي الأهم اللي هي السوشال ميديا اللي هي تويتر والتليجرام والويب سايت الويب سايت مو كتير مهم ولكن أوكي بلاقي في حد اليوتيوبر عامل عنه طبعا أنا أنا غالبا عملات بيم كوين ما بعمل عنه يعني فيديوهات أوكي ولكن في ناس بتحب تعمل هذا الشي طيب بس ادخل عليهم اللي راح تلاقوا أربع إشارات الموقع بهذا الشكل التويتر التليجرام أو عبتوقع على الميديوم واتيب بهمنا أنا التويتر والتليجرام بنضغط على واحد منهم على التويتر بشكل سريع مندخل على الموقع بنشوف كم فلوور عندهم أوكي بلاقي إنه الفلوور عندهم أربعة تلاف وسبعمائية ما بعرف إذا في منهم بوت أو لا ولكن منشوف بالإنجاجمنت بالإنجاجمنت لأنه في عندهم تريبا على آخر 13 واحد عامل تعليق فلو لايك وكذا أوكي وبيعطوا معلومات إذا أنت ما بتعرف إنجليزي من المهم جدا أيضا بالموقع بأي مكان فقط ادخل على جوجل ترانزليتر يعني موضوع جدا سهل فقط ادخلوا على جوجل ترانزليت أي كلام أي مقال أعمل كوبي بيس بالترجم للغة العربية هاي فقط يعني إذا أنت ما عندك معلومات باللغة العربية طيب خلينا نتكلم حاليا عن كيف أنا بدي أعمل شراء لإكتتاب بعد ما شفت الدراسة عنه طبعا عن هذا الموضوع والسوشل تمام طبعا الشيء الثالث اللي أنا ما بقدر يعني إلك عنه يعني يعتبر يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى connection علاقات هذا الشيء أنا ما بقدر أقدم لك إياه هذا الشيء أنت بتكتسبه مع الوقت شو يعني خبرة وعلاقات خبرة يعني أنت تكون عارف مين هني المطورين مع الوقت تصير تعرف أنه هذا عامل مشروع قبل أو نجح أو هذا المشروع اللي عمله المطور ما نجح كمشاريع ميم كوين ثالث شيء connection إذا أنت عندك connection مع كتير بهذا المجال كتير ناس داخل بجروبات كتيري ما بتكلم عن الجروبات العربية للأسف عددها قليل جدا والجروبات العربية في الشك بالشك أساسا بهذا الموضوع ولكن بالجروبات الأجنبية ممكن تلاقي كتير ناس فإذا عندك علاقات كده ممكن يساعدوك وممكن يقولولك يعني فإذا كل ما كانت عندك علاقات أكتر هذا الشيء بإيدك أنت بتعمله ومو أنا بعطيك إياه هذا الشيء الأخير طيب أنا عملت كل هاي الخطوات شفت الأشياء اللي بدي إياها التريند السوشال المطورين المشروع عليها كتير كبير وبدي أشتري واحد منهم فخليني أعمل طبعا خيار من الخيارات اللي هون واعتمد طبعا مثل هنلا نقول إنه هذا إتس فاين إتس أوكي ما في عليه مشاكل عملت كل بحثي عنه ولقيت إنه مناسب خليني فقط أعمل كوننكت مرة ثاني إتس أوكي أضح هذا شوي أصدقائي خليني أفصل رح أعمل كوننكت أختار الميتاماسك كما أنه نستنى ثاني ثانيتين وبعدين نعمل نكست كوننكت طيب اسما وايفي فلوكي سي او فير لونش حلو طيب أنا بدي أشتري بمبلغ أول شي بنضغط على هذا المكان مش يعني يعطيني كل التفاصيل إنه إمتا بينتهي إمتا بي بصدق وإمتا بينتهي كم الماكس باي الماكس باي يعني أكبر كمية من البي ام بي منقدر نشتري فيها هي واحد بي ام بي فأنا ما بدي أشتري باتنين بي ام بي أقل من واحد بي ام بي لنقول صفر فاصلي صفر خمسي بي ام بي أنا بدي أشتري لازم دائما تخلي معك فيز يعني أنا معي صفر فاصل واحد اتنين بي ام بي ومشتري بي بأقل أوكي فبنعمل باي بي ام بي يظهر عنا الميتا ماسك بباب بي هذا الشي بهذا الشكل بعدين بنعمل نكس أو ساين نستنى لحظة بنعمل كونفيرم عفوان طبعا الغاز 0.3 8 دولار هاي غاز الشبكي عام بيعمل نستنى شوي تمت العملية هذا طبعا فيكم تشوفوا العملية بالبلوكتشين راح يطلع عندكم تحت Emergency Withdraw شو هاد الباتن هادا راح تلاقوا ايضا New Purchase الكميه اللي انت اشتريت فيها 0.05 BMP شو هو Emergency Withdraw هادا انت اشتركت ب 0.05 او اشتركت ب 1 BMP ولسبب او اخر وجدت شيء بهذا الاطلاق ما عجبك وجدت انه مثلا فيه غش فيه المطور هذا كان عام لسبب او اخر ما عجبك وبدك تطلع وتلغي الاشتراك بتضغط على Emergency Withdraw بتعمل sign من الميتاماسك وبينسحب المبلغ بيخسموا منك 10% هاي لانك انت انسحبت يعني داخل 1 BMP بيسحبوا منك رسوم 10% 0.1 BMP داخل 0.1 BMP بيسحبوا منك 0.01 BMP رسوم بيسحبوا منك هاي هي Emergency Withdraw طيب انت عملت اشتراك وين العملي طيب كتير ناس تسنى وين العملي اسفل طبعا كل عمليك راح تلاقي ال Token Address مناخد copy عنو ومندخل على الميتاماسك الماسك افتح يا سمسم منضغط على Token بهذا المكان مننزل الاسفل Import Token ومنعمل لسق Tell Contract منعمل Next Import طبعا راح تكون صفر حاليا نحنا ما عاننا شي ليه ضفنا العملي ولكن صفر ليه طبعا لانه اول شي اصدقاي لسه ال Pre-Sale منتهى ال Pre-Sale بينتهي او الاطلق يعني الاكتتابة بينتهي بعد يوم وعشرين ساعة بعد ما ينتهي بيظهر عندكم بالاسفل مكان ال Emergency Claim باللون الاحمر بتضغطوا عليها بتعملوا Claim بيظهر عندكم Pop Up بال Meta Mask بتعملوا Confirm وبتم اضافة العملي طيب ضفتوا العملي راح تلاقوا نقمتها صفر مثلا ليه؟ لانه لسه المطور ما نزل العملي للتداول هذا الشيء كيف بتعرفوا؟ بتعرفوا من خلال متابعتك للتليجرام وتويتر بيدكروا انه نحنا ال Pre-Sale انتهى شكرا للكم مثلا كمثال يوم غد سيبدأ التداول بس يبدأ التداول أصدقائي بتقدر تداول عليها للعملي مثلا خليني ادخل أعطيكم مثال حسنا ندخل على الفلتر وين قلنا؟ Progress Ended أو Filled مثلا Filled انتلأت يعني حققت المطلوب لا ممور فعل دعني ندخل على ال Ended Ended حسنا دعني نرى واحدة من العملات اللي هي Book of Mimi on PC ماشي أصدقائي هاي انتهت هاي حاليا بالتداول موجودة عم يداول عليها بيظهر تحت انه انتوا مثلا كده بتعملوا Claim وامتا بيبدأ التداول بتضغط على شي View Shard Buy and Sell بهذا المكان راح يفتع عنا ال Dex View ال Dex View هدا هو الشارد لوملي انه عم تتحرك عم تطلع ما بدي الفانتم هلا راح نلاقي مثلا العملي Market Cap حاليا 28000 حلو وين شايفين يعني خليني هلا راح نحكيكم عن شيء ثاني مهم At High Pre-Sale حققت بعد الاطلاق بحدود ال 1x أوكي يعني بحدود ال 60% أو 60% تقريبا وبعدين بوم العملي انهارت هلا تعرفوا مو كل العملات تنجح ليه طبعا هاي العملي Fair Lunch هاي أول شيء ثاني شيء المطورين ما التزموا طبعا بالتسويق ما عملوا اللي كان بدون يعملوا وثالث سبب ليه نزلت هاي العملي 90% من الناس اللي عملت شراء لما عملت 1x قامت بالبيع في ناس مو صبورة يعني في community احيان بتكون صبورة مع العملي بتعمل 10x و 20x و 100x في community بس تعمل 1x بتقوم بتبيع فانت دائما وهذا شيء إضافي لما العملي تحقق 1x أو 2x دائما شيل راس مالك يعني دخلت بمئة دولار وعملت 1x شيل راس مالك وخلي الباقي إذا العملي اكتملت بالصعود طبعا هاي الخطوة الأخيرة بعد ما صارت بدأت لتداولة وعرفت للعنوان كيف بدي اتداول فيها بتدخل على موقع اسمه بانكيك سواب إذا عم تشغل على تربطه مع المحفظة مع الميتا ماسك وندخل على تريد أعطيه أصدقائي شوي نضغط على سواب كمان وبتحط عقد العملي طبعا تبعاك بهذا المكان الواي في هاي طبعا بعد ما تبدأ التداول مو مو قبل يعني بتاخد الكوبي بهذا المكان وبتضيف العملي بتوقع هلا ما تكون موجودة لأنه لسه مو قابل للتداول اه اوكي امبورت اي اندرستاند سيبك من الكلام اللي هون امبورت وبتحطه فوق بتضغط على هاد السهم بتحط الكمية اللي انت عندك ياها بتحولها الى بي ام بي او يو اس دي تي اوكي هذا بشكل عام كيف تبيع للعملي بعدين اوكي هاي بالنسبة ل العملات اللي موجودة على البي ام بي اوكي نفس الشروط بتنطبق على العملات الموجودة على السلانة هلا رح ندخل بعملي للسلانة ونشوف كيف الطريقة بكل بساطة بندخل اول شي بنختار الشبكي اذا انت حابب لانه السلانة حاليا هي الهايب يعني بنختار سلانة من النت بالفلتر اوكي بعدين لازم انا اعمل ادخل على المحفظة تبعي ادخل 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 اوكي دخلت على المحفظة تبعي انا لازم اعمل ادخل 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 على اي عملة من العملة السلانة ارتبطت مباشرة الشبكة عندي لانه انا رابطها بوقت سابق انتو ما ارتبطت معاكم بتكون تعملوا مع الفانتوم هاي بشكل بسيط مثل ما عملتو connect مع الميتاماسك راح تعملو connect مع محفظ الفانتوم بهذا المكان راح اعمل disconnect مشان تشوفو العملية بشكل بسيط يعني ادخل على هاي العملة اوكي connect wallet عم تربط لحالة لانه ربطت سابقا ولكن تعملو connect wallet مع الفانتوم بيظهر عنكم بهذا الشكل ها هي محفظة الفانتوم مربوطة مع الموقع طيب بالنسبة للاختيارات ايضا مثل ما قالنا نفس الخيارات بتتكرر يعني انا بالسولانة بفضل البريسيل اكتر ماني بفضل الفير لانش معظم البريسيل عم بيكون قوي جدا مثلا هاي العملة انا دخلت فيها انا طبعا شخص بغامر وبخاطر اوكي ما عندي مشكلة الى صار في خسارة لان انا بعرف السوق ومتعود علي انت هذا الشيء مع الوقت وتتعوضي ما في شيء ربح دائم باي مجال ان كان في دائما ربح وخسارة وفي risk factory في اه مخاطرة لازم تاخدها ولازم تحسب انه ان ممكن هذا الدخول اللي انت دخلته ما ينجح ولكن دائما انا بالنسبة لي بشكل شخصي بحاول قدر الامكان اتبع الاساسيات اللي انا خبرتكن اياها حاول قدر الامكان يعني انا عملت بحثي مثلا عرفت انه الديفولوبر هادا كان عامل قبل بوقت مشروع ما بعرفه كدف فدخلت غمرت ولكن لماذا لم اقم بنشرها بالتليجرام مثلا لاصحابي او ناس المتابعين لانه فيها شيء سلبي انه كانوا عاملين 500 سول سيد راوند يعني صار عليها تمويل هاي بسعر اقل من المطروح حاليا ببرايفت سل او بخارج البنك سل عملوا عليها جولة تمويلية لذلك الامر ما حبيت يعني انا بخاطر فيها اوكي فدخلت فيها طبعا كانت عند 100 سول وقتها ما كان نوعي وقت كثير سريع وحاليا نقدر عند 200 سول هوني حطين قريبا 5.000 سول انا متابعة لقيت انه اوكي وصلت 500 سول مثلا كسوفتكاب ممكن وكفي او او اذا لا لقيت انو ما راح تحقق ممكن بشكل عام اعمل واطلع منه اذا ما لقيت الوضع بينسبني فهائية من الأشياء اللي انا يعني بشوفها نفس العملية راح فرجيكم كيف خليني نشتراقي عملي ثاني مثلا عسولانا حاليا مشوان نعمل عملية شراء قدامكم وليست نصيحة يعني استثماريا ما عملكم نشترو هاي العملي راح اشتريها حاليا ولكن انا راح اعمل شي عملي يعني كيف كيف تشترو انتم على شبكة السولانا وبمحفظة السولانا فونك اينو شكله اوكي لان الاسم حلو خلي نشوف بريسيل اهاي بريسيل كمان وما اخذي ترند رقم اربعة هاي الترند مهم راح تلاقوا تريندينج هاي معظم العمولات اللي عليها حركي في شراء كتير قوي عليها فممكن تعملكم هاي التريندينج نمبر وان نمبر تو ودخلوا على هاي العمولات وشوفوا مو كلها طبعا ولكن شيء اضافي بساعد اوكي طيب الصوفت كاب او طلبين هوني مية واربع واربعين بينتهي طبعا بعد اتنين وعشرين ساعة اوكي خليني انا اللي نقول بدي ادخل بي قدي لنشوف المينموم اه المينموم بصفر فاصل اربعة انا مراح ادخل بصفر فاصل اربعة اوكي فيك تدخل بصفر فاصل اربعة ولكن انا كتجربة طبعا خليني ندخل على هاي العملي الاسمه SolX طبعا في عليها هايب جدا قوي SolanaX اسم العملي طبعا فيكن تقروا على الناو تعملوا ترجمي Dex طبعا Not another Mimi Token Posting Tone of Utility بلا 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 صاروا مجمعين بحدود الاربعمائة سول بما انو فاير لانشوف ما في مشكلة لانشوف قدي انا عامل براتشة صفر فاصل واحد سول ولكن خليني اعمل اضافي اوكي اعمل صفر فاصل واحد سول اضافي باي وث سول اوكي راح يفتعاني الفانتوم بهذا الشكل راح نعمل راح نعمل confirm طبعا هذا النتورك راح نعمل confirm بهذا المكان نستنى شوي الفانتوم او السول حاليا عليه ضغط كتير يعني فيه كتير احيان المعاملة بتاخد شوي اتوقات اكتر من ال PMP لانو ملايين الاشخاص عم تستخدم اوكي تمت انو بشكل جيتني رسالة انو تمت طبعا الفانتوم تختلف شوي عن اضافة العملات يعني مو مثل الميتاماسك انت احيان لازم تضيفها بشكل يدوي ممكن العملة تنضاف بشكل اوتوماتيكي طبعا اصدقاي او فيكن تضيفوها طبعا بشكل عادي مندخل على الادرس خليني شوف اذا فيني اضيفها مندخل على manage token list بهذا المكان منعمل لسق ما بعرف اذا راح تنضاف لانو بشكل عام الفانتوم ما بتضيف لك اياها بتضيف لك اياها متى بعد ما ينتهي الاكتتاب او الوقت المحدد يعني بعد لنقول يومين و 14 ساعة بيصير في شيء اسمه claim او سحب هاي العملة لما احفظتك على الفانتوم بس تعمل سحب بتتم العملية وبتنضاف العملة بشكل اوتوماتيكي مو مثل الميتا ماسك الشيء الثاني المهم لما تجي تعمل claim وهذا للمتقدمين شوي وحابب تبيعه بشكل سريع اوكي احيان ما بتمشي المعاملة بدك تكررها مرتين وثلاثة في شيء trick صغير بتدخل على المحفظة بهذا المكان اذا ما مشت الحالي اول مرة بتضغط عليها بهذا المكان راح تلاقي RPC حاول تغيره مثلا اذا كان قليل حاول غيره لرقم اعلى او تشتغل على custom بتصير بشكل اسرع هذا اذا كان في ضغط كتير كبير وقت السحب اوكي هاي من اشياء اضافيه اللي ممكن ساعدكم حلو طيب متل ما قالنا نفس ما تم على الشبكة الاولى PMP على السولانة بعد ما تخلص طبعا بيخلص الوقت بيظهر claim بتضغط عليه وبتضيف العملي عندك كيف بدك تبيع العملي هذا السؤال الاخير في شي اسمه ريديوم سولانة هذا الديكس الخاص مثل البانكيك سواب خاص بالPMP الريديوم خاص بالسولانة هو الديكس اللي انت بتقدر تشتغل عليه ريديوم ريديوم لا لحظة شوي اصدقائي ما بدي فوت على موقع غلص ريديوم ريديوم رحضركم الروابط هذا هو ريديوم .io اوكي هذا هو بتعملوا Connect Wallet مع الميتاماسك بهذا المكان بتضغط على Connect Wallet بتختاروا Phantom Unsupported account اوكي لاحظة شوي بنعمل Connect ربط مع الموقع اوكي وايضا متل ما اننا بتاخدوا Copy عن العقد العملة بس تكون عنكم بالمحفظة متل ما قلنا بهذا المكان Address ومندخل على ال Swap ومندخل على هذا المكان ومنعمل لسق تشاهد ومندخل 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 اوكي نعمل رائع ومندخل سيولي على المنصة فما راح تظهر ولكن بس تبلش تداول تعملوا لصق تعملوا ادت توكن للريديوم وبتبيعوها بالريديوم هذا بشكل عام كيف ممكن انتوا تعملوا البيع لون العملة كل هاي الروابط راح تركها بشرح الوصف اصدقائي هذا كان درس تعملي طبعا للاشخاص المكتدئين بهذا المجال كيف ممكن يعملوا هذا الشي كيف ممكن يتعمقوا اكتر بهذا الموضوع موضوع طبعا شيق جدا وممكن اذا انت مع الوقت كتسبت الخبرة اللازمة في فرص عظيمة جدا بالارباح وفي طبعا ريسك عالي انت بتصير مع الوقت تعرف توازن بين اتنين بالتوفيق للكم اصدقائي ياريت اللي ما اشترك بالقناة تعمل الاشتراك تفعيل جرس تنبيه لايك او ديس لايك للمحتوى وشير القناة بالتوفيق للكم جميعا اصدقائي ما تنسوا الدعم بلايك او شير القناة تعليقاتكم كمان الروابط كلها تتلوها بشرح الوصف بالتوفيق للكم اصدقائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته